قال كريسلو ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن التهديد الذي تتعرض له الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا يتطلب استجابة عالمية وأضاف كريسلو أن هجمات الحوثيين تشكل تداعيات خطيرة على الأمن البحري والشحن والتجارة الدولية خلال اتماع المجلس قبل ما يزيد قليلا عن أسبوعين أعرب العديد من الوفود عن وجهة نظر مفادها أن المجلس يتحمل مسؤولية المساعدة في ضمان استمرار التدفق الحر للعبور القانوني عبر البحر الأحمر من دون عوائق واليوم في ضوء الدعم الواسع للمجلس ومع استمرار العمل واستمرار هجمات الحوثيين تعتقد الولايات المتحدة أننا عند نقطة مفصلية حيث تشكل هذه الآجمات تداعيات خطيرة على الأمن البحري والشحن والتجارة الدولية أن التهديد الذي تتعرض له الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا يتطلب استجابة عالمية ترجمة نانسي قنقر